سوف يا أخي الشريعة نزلت باللغة العربية لا يمكن أن نفهم الشريعة فهم صحيح إلا باللغة العربية انتبه لا يمكن أن يأتي إنسان ويقول أنه طالب علم لكن طلب العلم الشرعي باللغة الإنجليزية هذا ليس طالب لا لماذا؟ لأن الذي لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع أن يفهم بها الشرع ويفهم الشرع باللغة الإنجليزية هذا في الحقيقة مثل الأعمى لماذا؟ لأن من الذي يسير هذا الذي لا يعرف اللغة العربية المترجم يمشيه على ما يحب كأنه أعمى ويسير خلف المترجم يقول له مثلا التقوى هي الخوف فهو الآن يعني إذا أراد أن يفهم القرآن والسنة ويكون طالب علم لابد يتعلم اللغة العربية طيب ممكن الآن هذا الأخ يقول طيب أنت لماذا تترجب الآن الدروس؟ نحن نحث الناس على التعلم اللغة العربية نحن نحث الناس على التعلم اللغة العربية ولابد نبلغ الدين الإسلامي ولكن تجمع الانغورة الدين ثم نحن نحن نسبة الناس نحن نساعد!, نعينه نرشده إلى أفضل شيء وهو أن يتعلم اللغة العربية حتى يفهم الشريعة ما يستطيع نقول خذ بالترجمة أمرك لله لابد أن نهيئ كل السبل لتعليم الناس لدعوة الناس يعني مثلا الآن نريد نسافر من منطقة إلى أخرى نقول أفضل شيء سافر بالطائرة نصف ساعة ما تستطيع سافر بالسيارة ست ساعات لابد أن نوفر كل السبل لنشر الإسلام لتعليم الإسلام للدعوة إلى الله the point is that we have to give an opportunity to the people through every avenue and every way to learn the religion of Allah اشتركوا في القناة